ننضم إلينا الباحث في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من رمال الله عبدالله أبو رحمه لنا ومرحبا بك معنا سيد عبدالله مسألة التسليح للمستوطنين التي توسعت خلال شهر الأخيرة كيف أثرت في هذا المشهد نعم منعكست بأن هذا التسليح هو مثابة ضوء أخضر للمستوطنين بإطلاق النيران على المواطنين الفلسطينيين في كل احتكاق بسيط أو هم يمارسون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين حتى مجرد أن يقوم المواطن الفلسطيني بالدفاع عن نفسه يتم إطلاق النيران عليه كما ذكرت في التقرير مئة ألف قطعة سلاح تم توزيعها بالأيام الأخيرة وبالتالي عكس ذلك في ارتفاع وطيرة الاعتداءات كما جاء في التقرير أنه في الأيام الأخيرة بالهجوم على بعض الكرة أو كرة شرق رمالة وجنوب نابلس لمسنا بأن هناك أربع شهداء في وقت قياسي بهؤلاء فقط المستوطنين قاموا بإطلاق النيران عليهم حوالي أكثر من 150 جريح وهناك إصابات خطيرة حتى الآن تتلقى العلاج في المستشفى بالإضافة إلى حرق المنازل والتي هي اقتربت من 110 منازل ما بين حرق كلي وحرق جزئي 92 مركبة التي تم حركها بالكامل هناك بين هذه المركبات مركبات ثقيلة شاحنات وجرافات وجرارات زراعية بالإضافة إلى المزارع وهناك 21 مزرعة أغنام وباركس أغنام التي تم حركها 10 ألاف طير من الدواجن التي تم إعدامها من خلال هذه الاتداءات بالإضافة إلى شبكتين من شبكات الكهرباء التي تم تدميرها هذا بالإضافة إلى سرقة 120 رأس من الأغنام وقتل 100 رأس آخر كل ذلك ينعكس بمخاسر هائلة ومدمرة على المواطنين حيث أن المواطن الفلسطيني لم يعد يشعر بالأمان بوجوده في منزله في مزرعته حتى أيضا هناك جزء كبير من المركبات بعد ذلك بعد الهجوم على الكرة كان هناك هجوم على مفارق الطرق على المارة على السيارات المارة على الشوارع الرئيسية أيضا سيد عبد الله ما تشير إليه عمل منظم لكن البيانات التي تخرج من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة تركز على من تصفهم بالمستوطنين المتطرفين لكن في هذه القصص التي تشير إليها ما دور الحكومة الإسرائيلية وما دور الجيش في تسهيل كل ذلك؟ يعني أولا نتحدث نحن الآن عن ما يقارب 200 بورة استيطانية وحوالي 186 مستوطنة بما مجموعة 740 ألف مستوطن هؤلاء حينما نتحدث عن البؤر بالذات البؤر هي مؤسسيها يعني كان واضح بأن سمدرش وابن كفير من مؤسسين هاي البؤر وهاي البؤر هي تنشط فيها تنظيمات من بينها تنظيم فتية التلال هم يقومون بمهاجمات هذه الكرة بطريقة ممنهجة ومنظمة والهدف من وراء ذلك هو خلق بيئة طاردة للفلسطينيين من أجل الرحيل وترك منازلهم أو تجمعاتهم أو أراضيهم وهذا واضح أيضا من خلال دعم الحكومة الإسرائيلية يعني هم جزء الآن من الحكومة الإسرائيلية كما جاء في التقرير منذ بداية مشاركتهم بهذه الحكومة هناك تسهيل وامدادات وتوفير كل ما يحتاجونه لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية يعني حتى الآن منذ بداية العدوان هناك 13 بورة استيطانية التي تم بناها فقط في الـ 24 ساعة الأخيرة بؤرتين إحداهما في سلفيت والأخرى في منطقة أريحة وبالتالي نجد بأنه من ناحية كانون لا يوجد أي عقاب أو لا يوجد أي رادع لعمليات وإجرام هؤلاء المستوطنين وأيضا من ناحية مدية دعم وتوفير كافة الاحتياجات بالجانب الآخر أيضا الجيش يتواجد مع المستوطين خلال اعتداءاتهم حينما يحاول الفلسطيني فقط الدفاع عن نفسه يعني يمنع الفلسطيني من الدفاع عن نفسه يتدخل هذا الجندي ويقوم بالمساهمة ويقوم بإطلاق النيران أيضا إلى جانب المستوطين وبالتالي هناك تكاملية وهناك دعم مطلق من خلال الحكومة الإسرائيلية من خلال الجيش الإسرائيل لهؤلاء المستوطنين عبد الله أبو رحمة الباحث في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من رام الله شكرا جزيلا لك